ستكون بقطاع العدالة ومن ولاية ميلا حيث استغرقت محاكمة شبكة النصب والاحتيال على الحجاج بنسبة أزيد من 16 ساعة وهي القضية التي راح ضحيتها حوالي 100 شخص تفاصيل أكثر مع مرسلنا سوفيان برون طالب ممثل الحق العام على مستوى مجلس قضاء ميلا بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا بشأن المتهمين المتابعين بجرم النصب والاحتيال والمشاركة بالنصب والاحتيال وسبع سنوات ممن لهم أيضا جرم وتهمة مخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وذلك بشأن المتهمين الأربعة عشر ضمن ما أصبح يعرف محليا ولد الرأي العام بشبكة النصب على الحجاج والتي تعود تفاصيلها إلى شهر جويليا من العام 2018 بما أطلق عليه حج مجامل أن راح ضحية هذه الشبكة ما يزيد عن ثمانين مواطنا حيث تمكن المتهمون من جمع ما يقارب ستة ملايير سنتيم من بين المتورطين في هذا الملف الحساس صاحبة مكتب أعمال من بلدية وادنجا وزوجها بالإضافة إلى وكالة العرب للسياحة والأصفار من ولاية جيجل إضافة كذلك إلى منتخبة بالمجلس الشعب البلدي لبلدية ميلا وأيضا أئمة ومرشدات دينيات على مستوى المساجد صوفيا بوعون تلفزيون النهار من أمام المجلس القضاء ولاية ميلا